موسيقى الآن نشرة الأخبار مع عبد الرحمن النجار طابة وقعتكم مشاهدين الكرام في نشرة اللي يهم لما نبدأها بأبرز العناوي موسيقى بحضور وزيري الزراعة والموارد المائية البرلمان يناقش ملف شح المياه ويبحث خطط الوزارتين لمعالجة الأزمة موسيقى استناداً لاتفاق سياسي مع السوداني وفد أربيل التفاوضي يحط في بغداد مجدداً الموزنة وقوانين جدلية تتصدر الأجندات موسيقى السوداني يأمر بإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة ويؤكد هناك جهات يزعجها تحقيق أي إنجاز وطني موسيقى موسيقى مرحباً بكم من جديد البداية من الشأن النيابي إذ ناقش البرلمان خلال جلسة الاعتيادية العاشرة من الفصل التشريعي الثاني برئسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي ناقش مع وزيري الزراعة والموارد المائية خطط الوزارتين لمعالجة شح المياه في البلاد وناقش البرلمان أيضاً مشاريع قوانين التعديل الثاني لقانون الطرق العامة وقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية إضافة إلى قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة التي كانت ضمن جدول أعماله فضلاً عن تأدية اليمين الدستورية لطهر صبيح عضواً جديداً في المجلس ينظم إلينا الآن من الدائرة الإعلامية للبرلمان مراسلنا علي عبد الكريم مرحباً بك علي هل لا حدثتنا عن جدول أعمال البرلمان اليوم الذي ناقشه وما الذي أو سيناقشه في جلسة اليوم علي تفضل نعم أهلاً بك عبد الرحمن وبكل مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية منذ أكثر من ساعة يناقش البرلمان وضع شح المياه مع وزيري الموارد المائية ووزير الزراعة لوجود معالجات على أرض الواقع تحدثنا مع عدد من النواب عن آليات هذه الاستضافة وعن أجوبة الوزراء وخططهم المستقبلية تحدثوا أن أغلب الأجوبة وأغلب الخطط التي تحدث بها الوزيرين هي غير مقنعة بالنسبة للنواب هو أيضاً يتحدثوا أن ستكون هناك استضافة قادمة سيطلب من النواب أن تكون هناك خطة عاجلة وممكن أن تنفذ على أرض الواقع بصورة طبيعية وبالتالي أيضاً سيكون هناك دعم واضح لهذه الوزارات من قبل مجلس النواب فضلاً عن ذلك كان اليوم سيناقش مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع التعديل الثاني لقانون الطرق العام رقم 35 لسنة 2002 وتقرير ومناقش للقراءة الثانية لمشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية وأيضاً سيناقش القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم إجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً وبأولوياتها فضلاً عن ذلك يعني قبل قليل وافق سيد محمد الحلبوسي على طلب النائبة باسم محمد بسين بإقرار قانون العفو العام على اللجنة القانونية وأيضاً كان هذا الطلب بالنص التالي نظراً لمناشدات أهالي المحكومين والمعتقلين من مختلف شرائح المجتمع والذين يدعون أن ذويهم الذين أدينوا وفقاً لوشاية المخبر السري أو بانتزاع الاعترافات منهم بالقوة ودون أن تتوفر لهم أجواء محاكمة عادلة وتوقيع المعتقلين على الاعترافات تحت الإكراه يلتمسون من ما عليكم الموافقة على إعادة محاكمتهم وإقرار قانون العفو العام وهو أيضاً يعني كانت هناك موافقة مبدئية من قبل رئيس المجلس الذي تحدث إلى ضرورة النظر به من قبل اللجنة القانونية فضلاً عن ذلك أن نشاهد اهتمام بهذا الملف من قبل نواب تحالف الشيادة الذين تحدثوا عن أن بعض الشروط التي وضعوها أولها كانت خطوة يوم أمس بإلغاء التدقيق الأمني من المحافظات المحررة ستتبعها عدد من الخطوات والنقاط التي سيلمشها المواطنين في المناطق المحررة منها قانون العفو العام وأيضاً إعمار المناطق المحررة يعني أيضاً ستكون هناك خطوات واضحة على أرض الواقع يعمل عليها تحالف السيادة هنا داخل قبة البرلمان بالاتفاق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية أيضاً يعني الحديث هنا داخل مجلس النواب لا يخلو عن قانون الموازنة وإدراج قانون الموازنة الذين يتحدثوا أنها ستصل خلال العشر أيام القادمة ربما ستصل الموازنة أيضاً إلى داخل مبنى البرلمان وتحدثوا هناك جدية من قبل كل اللجان المتواجدة داخل البرلمان والنواب للمضي بإقرار الموازنة خلال أقرب نقطة ممكنة وأيضاً يعني تحدثوا أنه سيكون هناك جلسة ربما جلسة القادمة أو البعدها أيضاً لاختيار رؤساء اللجان الكتل النيابية وبالتالي يعني هناك عمل جاد داخل مبنى البرلمان شكراً جزيلاً إليك من دائرة الإعلامية البرلمان مراسلنا علي عبد الكريم دبلوماسياً بحث رئيس وتحالف السيادة الشيخ خميس الخنجر مع السفيرة السويدية لدى العراق والوفد المرافق لها تعزيز العلاقات الثنائية وآخر التطورات الأمنية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة الشيخ الخنجر أكد أن العراق ساعل لتوثيق علاقاته مع كل الدول بما يخدم المصالح المشتركة للشعوب من جانبها أكدت السفيرة السويدية لدى العراق أن بلادها تعتز بعلاقاتها مع العراق وأنها تسعى لتفعيل كل ما يصب بمصلحة البلدين بمختلف القطاعات مشيرة إلى بذلها الجهود لدعم سبل إعادة بناء المدن المحررة سياسياً ناقش مجلس وزراء أقليم كردستان في اجتماعه الأسبوعي قراره السابق المتعلق بخريطة طريق الأقليم إزاء العلاقة الجديدة بين أربيلا وبغداد بعد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء محمد الشهاع السوداني جرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على أليات حل المشكلات العالقة مع بغداد على أساس الدستور وكذلك حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية وملفات النفط والغاز والمشاركة الحقيقية للإقليم في الدوائر الاتحادية إلى جانب ملفات أخرى مثل مشاريع قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد إلى ذلك وجه المجلس الوفد بالبدء في المفاوضات بأقرب وقت ممكن والتأكيد على تطبيق المنهاج الوزاري للحكومة الاتحادية والاتفاق السياسي الذي جرى التصويت عليه في البرلمان هذا وعلنت حكومة إقليم كردستير أن أربيل جادة في حل الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية لافتة إلى أن هناك عوائق عدة حالة دون حلها أوضح المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادلين الوفد الكردي المفاوض في بغداد سيبحث ملفات عدة أهمها الموزنة وملف النفط والغاز والمادة 140 من الدستور مشيرا إلى أن تلك الملفات بعضها تتعلق بالشؤون التنفيذية وبعضها الآخر يتعلق بالشؤون التشريعية إلى ذلك أكد نواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وجود الوفد الكردي المفاوض للحكومة الاتحادية في بغداد لحسم الملفات العالقة بين الحكومتين وفيما يخص موازنة الإقليم مشارو إلى وصول الطرفين إلى تفاهمات متقدمة ترضي جميع الجهات الوفد الكردي المفاوض موجود في بغداد الممثلة بالسيد وزير الخارجية استاد فوات حسين دكتور فوات حسين بنقين غيكاني شاخوان استاد فارس عيسى التفاوض مع الكتلة السياسية في تطبيق برنامج الحكومي واستحقاقات الكتلة السياسية نحن نجحنا في هذا الحوارات مع شركانا بعد انفتاح الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة هناك استحقاقات في وزارتين الوزارة المعنية هي وزارة البلديات استحقاقنا نحن في حزب الديمقاط الكردستاني وبموجب النقاط البرلمانية والمعدل الانتخابي ووزن الانتخابي المعمول مع الكتلة السياسية لأصبحت المعيار للكل أيضا وزارة البيئة لدينا هناك توفقات مبدئية وحصل تفاهم على هذا الموضوع ثمانا مناقشة البرنامج الوزاري والبرنامج السياسي أيضا الورقة السياسية عندما ناقشت تم تداول هذه الموضوع مواضيع جميعها وهناك تفاهم كبير ما بين الجانبين ومتفاعلين بأننا سوف نصل إلى نتائج طرد جميع الأطراف في ملف المناطق المحررة وجه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية بحق الجهات الأمنية والاستخبارية التي لم تنفذ قرار مجلس الأمن الوطني المتعلق بإلغاء التدقيق الأمني للمواطنين في المناطق المحررة ومحاسبة المقصرين قال السوداني خلال ترأسه اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني إن هناك جهات داخلية وخارجية يزعجها أن يشهد العراق تحقيق إنجاز على المستوى الوطني وأضاف كلما تقدمنا في خطوات تقديم الخدمات واجهنا مزيدا من التحديات الأمنية وشدد السوداني على ضرورة إبداء الصلابة المطلوبة لمواجهة هذه التحديات وختم بالقول لا توجد جهة فوق القانون هذا واعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري إن قرار إلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة خطوة إيجابية نحو انفتاح الحكومة على الشارع خاصة أن تلك المناطق تشهد استقرار أمني جيدا منذ سنوات هو قضية انفتاح لا بد من انفتاح في جميع الاتجاهات اليوم خطوة أمنية باشر خطوة اقتصادية بعد خطوة عمرانية بالمحصلة يجب أن تنفتح الحكومة لكسب ود شارع وكسب ود المجتمع والفرد العراق بالتالي هذه الخطوة هي خطوة إيجابية قطعا خصوصا بعد توفر معلومات استخبارية أمنية بوجود استقرار في تلك المناطق وإنهاء ملف الإرهاب وبمشاريع ستراتيجية تجاوزت أربع مئة مشروع عادت الحكومة المحلية في كاركوك إحياء قضاء الحويجة بعد خمس سنوات على تحريرها من عصابات داعش الإرهابية أمر أسهم في عودة ثمانين بالمئة من نازحيها التفاصيل في سياق التقرير التالي خمس سنوات مضت على عمليات التحرير ها هي الحويجة تعافى بإعمار ما دمرته سنوات الحرب التي أنهكت البلاد والعباد مشاريع نفذتها إدارة المحافظة بمساعدة جهات دولية ومحلية شملت الطرق والجسور ومباني حكومية قضاء الحويجة عنده نوعين من التخصيصات المالية تخصيص يريد عبر حصته في قانون الموازنة حسب النسبة السكانية لقضاء الحويجة والحصة الثانية من صندوق إعادة استقرار المناطق المحررة وهذه ميزانيته مختلفة عن الميزانية العامة أو الموازنة العامة الاتحادية عدد أو مجمل المبلغ التي تحصل عليه محافظة كاركوك باعتبار أن 49% من مساحة كاركوك كانت محتلة من قبل تنظيم داعش الإرهابي باعتبار أن قضاء الحويجة يشكل ما يقارب 40% من مساحة كاركوك إعادة بناء الصروح العلمية والأمنية والخدمية أبرز ما ركزت عليه الحكومة المحلية خلال العامين الماضيين كما أنها قدمت مشروعا جديدا وافقت عليه وزارة التخطيط مبدئيا سيضمن بناء ثلاثة مستشفيات بسعة مئة سرير لكل واحد منها في المناطق المحررة تم أقرار مستشفى مئة سرير في داقو ومئة سرير في قضاء الدبيس وأيضا 30 سرير في منطقة متصفين ناحية العباش والزعب خلالها مناطق نائية وبذلك أصبحت جزء خبير من مواجرتنا في هذه القطاع الصحي لتخفيف الضغط الحاصل على مستشفيات كاركوك عجلة الإعمار تدور وفق ما خطط لها استقرار نامني أسهم في عودة 80% من النازحين لم يبق حي في هذا القضاء إلا ووصلته الخدمات بانتظار إعمار ما تبقى من قرى مدمرة وصول الخدمات إلى أبعد نقطة تربط كاركوك بصلاح الدين ما هي إلا رسائل إيجابية تضمن عودة ما تبقى من نازح الداخل فلا حياة بلا عودتهم لقناة الفلوجة عبدالعامري كاركوك من كاركوك إلى الأنبار افتتح قائد شرطة المحافظة الفريق هادر زيج مكتب مكافحة إجرام الفلوجة الجديد بحضور عدد من شيوخ ووجهاء المدينة وخلال مرسيم رسمية تم افتتاح مكتب مكافحة الإجرام في مدينة الفلوجة بحضور كبير ومتنوع من القوات الأمنية وشيوخ ووجهاء المدينة الذين أكدوا أهمية هذه الخطوة في مكافحة الجريمة واستتباب الأمن في المدينة يستذكر العراقيون في شهر تشرين الثاني من كل عام الحصار الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال الأمريكي على مدينة الفلوجة بعد أن حاولت دخولها لمرات عدة لكنها باءت بالفشل فاستخدمت حينها الأسلحة المحرمة دوليا في محاولة لكسر هيبتها وصمودها في هذا التقرير سنتابع أراء الفلوجيين بعد ثمانية عشر عاما من هذه الذكرى الأليمة هنا الفلوجة مدينة ارتبط اسمها بصمود أبنائها الذي يستذكر العراقيون في شهر تشرين الثاني من كل عام الحصار الثاني الذي فرضته قوات الاحتلال الأمريكي بعدتها وعددها على أسوار المدينة بعد أن عجزوا عن دخول المدينة التي صمدت أمام أقوى جيوش العالم تمرور ثمانية عشر عاما على الاعتداء الغاشم على مدينة الفلوجة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي بعد استخدامها للأسلحة المحرمة دوليا وآلاف الجنود ولا زالت آثار الأسلحة باقية حتى الآن على الولادات وأطفال الفلوجة وقد قاتل مع أبناء الفلوجة أبناء بغداد والنجف الأشرف وكانت الفلوجة عنوانا للصمود والتصدي لم تكن الفلوجة وحدها تقاتل الأمريكان آنذاك بل كان لأبناء النجف ومدن الفرات الأوسط دور كبير في معازرة الفلوجيين ومدهم بالمساعدات الإنسانية والإغاثية لا سيما أن المدينة تكبدتهم خسائر جسيمة بالأرواح والمعدات أكثر من 15 ألف جندي يحاصر هذه المدينة يلقي عليها أنواع الأسلحة المحرمة ولا تزال لحد الآن التشوهات واستخدموا أبشع الصور في تدمير هذه المدينة حاولوا بشتى الطرق أن يكسروا هيبة مدينة الفلوجة لكن الفلوجة أبت إلا أن تكون تلك المدينة الصامدة التي وقفت وأعطت درسا للمحتل وأعطت درسا ليس فقط للمحتل وإنما للعالم كل بأن الفلوجة مدينة حرة أهلها أحرار 18 عاما وما تزال آثار الأسلحة المحرمة التي قصفت بها الفلوجة شاخصة من خلال الولادات المشوهة التي تجاوزت نسبتها 2% ورغم وحشية تلك الأسلحة فإن الفلوجة أصبحت رمزا وذاكرة لفشل أعتى قوى العالم لإخضاعها بالقوة من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة علنت دائرة عقارات الدولة إحدى تشكيلات وزارة المالية استعادت أكثر من 622 عقارا تابع للوزارة في أربع محافظات وقالت الوزارة في بيان أن العقارات كانت تحت سيطرة متجاوزين وأحزاب بصفة غير قانونية في محافظات بغداد والديوانية وكركوك وديالة وأشار البيان إلى أن عدد العقارات المستعدة للدولة بلغ 5196 عقارا في بغداد والمحافظات بدوره أكد النائب عن دولة القانون عطوان العطواني أن الحكومة مهتمة بصندوق الأعمار وتخصيص مبالغ سيادية له للحالات الطريقة والأعمار ما تتطلبه المرحلة للافتا إلى أن معظم المحافظات تعاني من عدم وجود المشاريع الستراتيجية فيها اليوم الجميع حقيقة يعاني ويشكو من أنه لا توجد هناك مشاريع استراتيجية لا يوجد هناك أعمار في البناء التحتية والمشاريع التنمية وهذا بالتالي حدى بالحكومة والسيدة رئيس المزراء بأن يتحدث عن صندوق إعمار العراق اللي هو في الواقع قد تكون فيه مبالغ سيادية تبقى للحالات الطريقة أيضا وممكن يخصص ريء هذا الصندوق لإعمار ما تتطلبه المرحلة الاعتبار هناك البلد بحاجة إلى المحافظات كافة وخاصة الوسط والجنوب بحاجة إلى مشاريع استراتيجية في البناء التحتية في قطاعات مختلفة الصحة والتربية وكذلك الطاقة الكهربائية والمجاري وأيضا تنمية البشرية مهمة جدا أنه حقيقة الحكومة ترعاها وتهتم بيها على اعتبار هذه الأجيال بحاجة إلى دعم بحاجة إلى مشاريع استراتيجية بحاجة إلى إيجاد فرص عمل ويجب أن لا نتكل ونعتمد بـ 90% من موازنة الدولة على النفط وإنما هناك مشاريع تنموية يجب أن ترافق الموازنة القادمة في غضون ذلك اعتبر خبراء اقتصاد سياسة البنك المركزي بأنها أسهمت في التضخم بفعل استمراره بمنح القروض والحفاظ على نسبة فائدة قليلة مشيرين إلى أن المودعين في المصارف يفقدون ما يقارب 2.5% من قيمة أموالهم وأضافوا أن المركزي لم يتخذ أي إجراءات للحد من ارتفاع التضخم بل إن إجراءاته الخاصة بمنح القروض والسلف وتقليل نسبة الفائدة وزيادة الإصدار النقدي أصبحت تصب في مصلحة الأثرياء وتضرب أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض نحو الفقرة وأوضحوا أن ارتفاع معدلات التضخم مقابل انخفاض الفائدة المصرفية على الودائع بأقل من معدل التضخم تعني خسارة المودعين في المصارف لأن معدلات الفائدة الحقيقية أصبحت أقل من صفر في المئة مبينين أن المودعين حاليا يخسرون من أرصدتهم لصالح المقترضين من المصارف وخصوصا القروض الكبيرة بدل أن تكون واجهة حضارية تعكس الوجهة العمراني للعاصمة باتت مداخل بغداد تبعث البؤس والفوضى في نفوس الوافدين تقريرنا التالي يسلط الضوء على المعاناة في طريق التاجي المنفذ الشمالي للعاصمة بغداد إذا كنت قادما من خارج بغداد فعليك أن تستعد في ختام رحلتك وعند الدخول إليها إلى مغامرة جديدة تتمثل بعبور مدخلها الشمالي هنا ما يعرف بطريق التاجي تمالك عصابك وفعل حواسك الخمس حتى تستطيع العبور أمسك المقوى جيدا وأصغي إلى حديث المارين الناقمين أستنشق أنواع الأتربة وأبصر بمرارة النظر إلى مدخل بغداد وفي النهاية تذوق شيئا من المأكولات طيلة الانتظار المملة أتحدث للكاميرا عن معاناتك المزمنة وأنت تدخل مدينة السلامة من حق لألغام المطبات عند مدخلها الشمالية والله معانات صار لنا هاي سبع سنوات نذب فلوسنا بس على التصريح ما للسيارة وإحنا مندوبين عندنا هالبرات والرايحين وجايين والله متنى يا سي واحد يسمعنا ماك لا مسؤول لا واحد جانا قال يا أم عودين هم يديرون بالهم على الفقير حتى يديرون بالهم على الشارع هم نوعدهم غيرين كان قالوا هاي العالم سيارات متفلشة العالم كتنها تجوا بس ماكوا كل شي ماكوا يعني هاي العالم خطيئة كل ساعة تايراتهم بزرفين وبالشارع الوضع هنا لا يختلف كثيرا عند مداخل بغداد من الاتجاهات الأخرى تتصدر هذه الشوارع أكثر الطرقات بؤسا وفوضة بل إنها كادت تعت انطباعا مأساويا عن العاصمة لقاصديها من المحافظات الأخرى فبدل أن تزين الواجهات الحضارية ثغر بغداد حافظت الحفر والمطبات على حضورها في استقبال الوافدين لأكثر من عقد ونصف ولا حلول لذلك هذا الطريق ميليق ببغداد ميليق بأهل بغداد ميليق للعراق هاي الثروات الهائلة النفطية اللي متنعاد الغاز الفوسفات الكبريت الزراعة وهاي طريق بغداد عيب هذا المفروض بغداد الشارع اللي يدخل لها يعني واجه حضارية للعاصمة خليجي ويشوفي واقع ما للسيارات اللي تفلشت الله شاهد صار لشهرين من بدلت الصدر يعني أنت جايب له الزاز هو الشارع حزاز كل المشاهد من حولك عند الاقتراب من حدود العاصمة تبين لك حجم الفساد المصاحب لرائحة الموت المنبعثة من كمية الحوادث المرورية التي لازمت طرق الموت هذه أسط أمال معلقة على مشاريع جديدة لعادة تأهيلها رفعت لواءها حكومة السوداني يعمل المواطن أن تترجم إلى مشاريع خدمية لا شعارات وهمية على الحديد بغداد قناة الفلوجة اندلع حريق داخل ملعب المدينة الدولي في بغداد فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماده والسيطرة عليه تماما دون وقوع خسائر كبيرة بالمعدات من جانبه قال مدير الملعب صالح الملكي أن بداية الحريق كانت في غرفة الطاقة التي تحوي بطاريات ومواد كيموية موضحا أن أحد البطاريات انفجرت في الغرفة لتحدث حريقا التهم بقية البطاريات والمواد الكيموية الموجودة بالغرفة وتابع تم اتخاذ إجراءات سريعة بفصل الغرفة وعزلها تماما مشيرا إلى أن فرق الاطفاء أخمدت الحريق وسيطرت عليه تماما دون وقوع خسائر كبيرة هذا وأعلن مدير عام الدفاع المدينة اللواء كاظم بوهان تسجيل أكثر من خمسة وعشرين ألف حريق منذ بداية العام الجري راح ضحيتها تسعة عشر شخصا فيما أشار إلى أن نسبة الحرائق المتعمدة لا تتجاوز أربعة بالمئة وقال بوهان إن غياب الرقابة أدى إلى زيادة المخالفات وارتفاع معدلات الحرائق لافتا إلى أن المخازن العشوائية والبنايات غير النظامية أحد أسباب تزايد الحرائق وضاف أن عدد الحرائق يصل إلى ثلاثين ألفا سنوية مؤكدا أنه لا توجد غرامات لردع المخالفات في مجال الدفاع المدني وكد بوهان أن الدفاع المدني ينقذ ممتلكات بقيمة ثلاثمائة مليار دينار سنوية في ذيقار أعلنت دائرة صحة المحافظة تسجيلها مائة وخمسة وثلاثين حالة تسمم خلال شهر تشرين الأول الماضي وأشرت إلى أن النسبة الكبرى بين الحالات من الذكور وأكدت الدائرة في بيان استقبال مراكزها مائة وخمسة وثلاثين مصابا بالتسمم خلال شهر تشرين الأول الماضي مبينة أن النسبة الكبرى بين الحالات من الذكور بواقع مائة وعشر حالات مقابل خمس وعشرين حالة من الإناث وأشرت إلى عدة أسباب للتسمم منها بالأدوية وبمبيد الحشرات وأخرى غير ذلك في حادثة أثارت غضب الأهالي باشرت بلدية سامراء بفرز أراضي جديدة تمهيدا لتوزيعها على المواطنين ولكن الغريبة في الأمر أن هذه الأراضي مملكة لمواطنين آخرين يمتلكون أوراقا رسمية تثبت صحة ملكيتهم في وقت تمتنع فيه دائرة البلدية عن أي تصريح بشأن هذا الموضوع المزيد في سياق هذا التقرير بلدية سامراء تمسح قرابة 700 دونم من مجموع 7000 دونم تمهيدا لتوزيعها على الشرائح المستحقة في حين ظهر مواطنون معترضون وهم يمسكون بأيديهم سندات أصولية تؤكد عائدية تلك الأراضي لهم وصلت امتعاض شديد على آلية التصرف بها دون مراعاة القانون نحن بنسبنا من سكنة ريف القضاء هذه ريف القضاء تحتوي على ثلاث مقاطعات جبارية عرموشية تقطق أكثر من 7000-8000 دونم ساكنيها أب منع جدا فوجينا بقرار مجحف من بلدية سامرة والزراعة بأن الأرض متصحرة ونحن الآن في نفس الأرض أرض مأهولة مسكونة من أهلها مسكونة فيها مرشات زراعية فيها بيوت دار عبادة ثلاثة يعني مدارس اثنين أنا لحداً من استغرب أنه تيجي قرار من البلدية بتأييد من الزراعة أن الأرض مصفرة مدير بلدية المدينة رفض الإدلاء بأي تصريح لنا وكأن الأمر لا يعنيه فلا طريق للمواطن سوى اللجوء للقضاء الذي سيكون الفيصل بينه وبين البلدية إن كان هناك غبن للحقوق أو فساد في الموضوع لا نعلم ولا البلدية بلغتنا بأمر إلا نسمع من الشارع أنه الأرض الزراعية المحيطة بمدينة سامرة مصفرة ولحد الآن نحن زارعين بساتين وزارعين مرشات وسنوياً آلاف الطنون مال الحنطة تسلم إلى السائل من هذه الأرض ولا نعلم أنه الأرض مأخوذة من عندنا لو افترضنا أن المعادلة كانت معكوسة فكيف ستكون ردة الفعل من قبل الجهات المعنية فهل سيكون رد الحقوق فعلياً في حال أثبت المواطن حقه الشرعي في هذه الأراضي من صلاح الدين براك العان قناة الفلوجة شاهدين النشر انتهت لكم أبرز ما جاء فيها بحضور وزيري الزراعة والموارد المائية البرلمان يناقش ملف شح المياه ويبحث خطط الوزارتين لمعالجة الأزمة استناداً لاتفاق سياسي مع السوداني وفد أربيل التفاوضي يحط في بغداد مجدداً الموزنة وقوالين جدلية تتصدر الأجندات السوداني يأمر بإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة ويؤكد هناك جهات يزعجها تحقيق أي إنجاز وطني المزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الخاصة بقناة الفلوجة شكراً لطيف المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة